مرحبا معكم الدكتور راد المعلم رئيس فرع العلوم الطبيعية والبيئية في كلية تورانيم واستاذ فيضاب الزبولون رح نتعرف مع بعض على مجموعة حيوانات كتير كتير متيرة اللي اسمها برمائيات تعالوا نحاول في البداية نفهم شو هي البرمائيات اسمعنا الصوت ايش بميزة نحاول من هذا النقيق نفهم ليش هالأصوات كمان يمكن مهم جدا يكون معانا قلم وورقة وممكن ناخد سؤال اذا معكم التلفون الذكي كمان بساعدكم وفي نهاية الامر بدنا نحاول نتعلم عن مجموعة كتير كتير مهمة اليوم للعالم ورح نتركز فيها بس ساعتا نبدأ بأحجي صغيري شايفين بالصورة ضفدع بسموه الضفدع المستنقع يا ترى مستنقع موجود بالصيف بجف طيب لكان وين بيعيش الضفدع هذا بفصل الصيف معاك ودخيختين استعينوا بالتلفون الذكي عشان تحلوا السؤال ترجمة نانسي قنقر 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 انه بالصيف بيطلع الجبل بيطلع المناطق الرطبة وكتير منشوفوا عديشة عنا بريت البيت اذا انت عتنا نتعرف مين هاي البرمائيات اسمها صح بر ومائي بعيش بالبر والماء بس مش كل واحد بعيش بالبر وبالماء معناته برمائي طبعا بسبح بالماء شو صورت برمائي اذا فيه الانصفات خاصة الان مميزات خاصة لهاي العائلة هاي الحيوانات مش بس بتقدر تعيش بالبر وبالماء فيه اشي اهم من هذا واللي بيعطيها الصفة الخاص انه دورة حياتها مرتبطة بالماء وباليابسة يعني عشان تتكاثر تستمر الماء اشي مهم جدا هاي الصفة كتير كتير مهمة في البرمائيات يعني التمساح بيكون بالماء وبطلع على البر هو مش برمائي هو من الزواحف سلحفاء الماء اللي عاش بالماء بتطلع على اليابسة هي مش برمائي هي زاحف البرمائي مش بس تفوت على الماء واطلع برا بتكون مصيبة كل واحد بفوت على الماء بطلع من سميه برمائي اذا يا عائلة تكاثرها مرتبط في الماء التمساح ببيض على اليابسة سلحفاء الماء ببيض على اليابسة اما البرمائيات زي الضفادة مش بورة تتكاثر في الماء فبيض في الماء هذا هو عمليا النقطة الرئيسية اللي مدميز هاي المجموعة وما يكون في عندي هذا الاختلاط بين زواحف اللي بتعيش بالماء وباليابسة واسميها برمائيات اذا البرمائيات ببدأوا حياتا اغلبا في الماء في بيئة مائية يعني عمليا البيضة بتكون في الماء بتفقس بيطلع منها كائنات حي صغيرة زي ما انتوا شايفين بالصورة بسموها شروف او ضعموز وبتشبه تماما السمكة وهذا حقيقة عمليا البرمائيات هاي لما بتبدأ حياتها في الماء كضعموز زماما زي السمكة بتتنفس عن طريق الخياشيم زي السمكة وعند خط جانمي بتحس البيئة عن طريق هذا الخط الجانبي والاشي المهم لما بتصير بالغة الخياشيمة بتختفي بتتحول بصير عنده رئتين فالتنفس بصير عن طريق الرئتين وطريق جلده هذا كان الحي بالمرحلة الاولى من حياته ملائم للمعيش في الماء ولما يصير بالغة بيقدر يعيش على اليابسي وكذلك على الماء على اليابسي يعني بيقدر يتحرك هذا اول الحيوانات التاب على الفقريات السمك هو فقريات من الاسماك اتطور البرمائيات اذا البرمائيات اصلها اسماك والاسماك اللي اتطورت لبرمائيات زي ما في عندنا سمك بعيش في استراليا في اليابسي بفترة الصيف اللي منه بديت تطور مجموعة البرمائيات طورت عنده بدل الزعانف اطراف امامية وخلفية ايدين واجرين شان يقدر يتحركوا هلا كيف تبدأ حياتهم نسمع اصواتهم صح بفترة الشتاء الزكر بغازل الانثى بناديلة بالليل تسمع الاناث الاسوات وبالاخر اسمعوا يا شباب الصبايا اللي بيقرروا صحيح عند الضفاضع باغلب الكنات الحي الانثى بتنتخب الزكر الذكي ذكي ولا القوي عند الضفاضع القوي صح عند الناس بيختاروا الاذكة لا شك انه هذا الاختيار كيف بدي يكون لا شك انه الصوت القوي معناته عنده ريات قوية فالانثى بتنتخي حقيقة اللي صوته اقوى بدورة حياتهم كل البرمائيات اللي راح نشوف من اني انواعها بتبدأ حياتها في الماء يعني الانثى بتوضع البيض بعد الغزل في الماء والذكر بمر الحيوانات الملوية في الماء والاخصاب بصير في الماء مش بداخل جسم الضفضع وعمليا من البيضة المخصبة بيطلع زي ما انتوا شايفين عنقيد ممكن يكون خطان من البيضة من البيضة بفقس وبيطلع زي سمك صغير بسموه شراغف او ضعموس وهذا الشرغف بخلال اربع لخمس اسابية بمر عملية تحول او اللي بسموه بالعبراني جلجول من صغير الى بالغ شوفوا الاشي الجميل هذا الصغير تماما زي السمكة بحس الماء عن طريق خط الجانبة بتنفى زي ما قلنا عن طريق الخياشين وعمليا اللون الاسود بيعطيه امتص منيح اشعة الشمس لانه التكاثر بيكون بفترة الشتاء واول الربيع وبرد فاللون الاسود بيعطيه امتص الاشعة عشان يحافظ على درجة حرارته لانه مش زينا ما بيظل يحافظ على درجة حرارة ثابتي الان شو اللي بيصير بخلال عدة اسابيع بين 4 على 6 اسابيع الشرغف اللي بيشبه السمكة اللي طلع من البيضة بيبدأ يأكل اكل اللي راح نشوف بس نباتي بيتطور واتطلع وشو بيصير تطلع عنده اطراف خلفية بتطلع عنده اجرين فشايفين الشرغف عنده اجرين وذيل ذيل الحركة والاجرين بيعتوه دعم يتحرك كمان بعد مرحلة متقدمة تظهر الاطراف الامامية بيطلعوا ايدين فالضفدع هذا شايفين عنده ايدين عنده اجرين وعنده ذيل هاي يتحول والمرحل والمرحل الاخيري بيختف الذيل عنده وبيصير ضفدع بالغ اه ضفدع هذا بطل يتنفس عن طريق الخاشيم بيختفوا الخاشيم بصير يتنفس عن طريق الرئتين والجلد والاطراف اليدين والاجرين بخلوه يقفز فبيخليه يعيش على اليابس بس جلده نفاذ المي بتتبخر منه وعشانك اذا طلع اليابس كتير بدون ماء بيجف وبيموت اذا شايفين مراحل التحول اللي ممكن ياخذ بين 4 على 6 اسابية بتعلق بدرجة حرارة الماء وبسرعة التحول اللي بتصير عند هذا واذا منقارن الضفدع في المراحل الاولى مع المراحل التاني منشوف حقيقة تحول كتير كتير مميز ما بصير عندكم تعالى نشوف الضفدع قلنا بيبدأ حياته بعد البيضة بشرغف بعدين بصير بالغ بكروا الشرغف بعيش بس بالماء البالغ بقدر يكون بالماء وباليابس وين بعيش ترى الشرغف بس بالماء والبالغ باليابس والماء بتاعتها نفكر سوا يا ترى كيف بتنفس الشرغف صحيح عن طريق الخاشيم طيب والبالغ زي ما جلده نفاذ وعنده رئتين اذا عن طريق الرئة والجلد يا ترى شلون بتحرك الشرغف طيب بتطلع عليه قلنا بيش بيش سمك يعني عنده ايش عنده ذنب زي ذيل طيب والبالغ اتطورت عنده اليدين والاجرين فبصير يقفز يا ترى هل بيتغدوا نفس الشي شو رأيكم على الشرغف شو بحب حشرات ولا نباتات وهو سمك بحب النباتات اذا النباتة لما بصير بالغ شو بيوكل ببطل يوكل نباتات بصير يصطاد الحشرات بواسط لسانه بصطاد الحشر عن طريق اللسان طيب شو مع جهاز هادمو اذا بيوكل نباتة طويل ولا خصير اللي بيوكل نباتات جهاز الهضم عنده طويل لانه صعب نهضم النبات بينما اللي بيوكل حشرات جهاز الهضم قصير كتير شو مع الحواس قلنا الشرغف زي السمكة شو عنده عنده خط جانبي بحس الامواج اما البالغ حس السمع كتير كتير متطوري بالاضافة للعينين طبعا اذا شايفين فيه بصير تحول انقلاب كامل في الاعضاء في طريقة التنفس في نوعية الغذاء وعمليا هاي هي صفة خاصة للبرمائيات في بلادنا نمنيجي نتطلع على البرمائيات عندنا عدة مجموعات مجموعة الشائعية برمائيات فيش الى دنب اختفى الدنب اذا بتطلع عجهة اليمين طلع الضفضع هذا اللي بين ايدي فيه ازرار الارتصاق بسموه ضفضع الشجر هذا الضفضع زي ما قلنا بعيش بشمال البلاد وازرار الارتصاق بيسمح له يلتصق بأوراق الاشجار اللي بتعيش في المياه في الحصباني في البنياس وعمليا شجرة الدلب اي واحدة من الاماكن اللي بعيش عليها ولكن دائما بمحاذات الوديان الضفضع الثاني وضفضع النهر طلع راسه على شكل تماني مع ساهم هذا الضفضع دائما موجود بالنهر النهر كل السنة زي وادي القرن وادي عمود ولدالك دائما فعال دائما نشط في قلب الماء وهذا الضفضع بميزه اشي كتير رائع قدرته على السباحة لذكركم احنا قلنا انه الضفضع بارغ بتنفس عن طريق الجلد والرعتين يعني اذا ايجا طير بدي يوكله عنده حل بيغوص وبينزل تحت الماء لانه بيقدر يتنفس عن طريق الجلد الطائر بيقدر يفترسه ولذلك التنفس عن طريق الجلد بيعطيه افضلية انه يهرب من الاعداء ويكون في داخل الماء الضفضع الجبل او ضفضع المستنقع اللي بفترة التكاثر ما زي ضفضع الشجر والنهر داما عند الماء ضفضع الجبل الماء بيجي بفترة الشتاء ببيض في المستنقع الشتوي بس بالصيف المستنقع بيجف ولذلك بيطلع الجبل وبيجع حد بيوتنا مرات وعلى الديش لانه جلده بيقدر يمتص الماء فبساعات الصباح بيقعد زي متو شايفين كيف قاعد وشايفين عمليا جلده بالارض عشان يمتص الماء اذا بتطلع ضفضع النهر راسه زي الثماني سهم ضفضع الجبل على شكل مصدائري ولذلك هاي واحدة من الطرق اللي ممكن نميز بين الضفضعين نتذكر كل بيبدو حيات في الماء كبيضة شرغف وطبعا بعدين بيصير بلغين والذيال عند بيختفي عشان الكيبر مائيات اللي ما عند دنب وكليات موجودين ببلادنا ضفضع النهر قلنا بكل الانهر في بلادنا الشجر قلنا بشمال البلاد والجبل موجود بكل منطقة هلا فيه كمان نوع من الضفاضع اللي عمليا عنده ذنب بسموها الضفاضع اللي مع ذنب المذنبي زي السمندل اذا بتطلعوا عليها عند الوان اسود واصفر بسموها الوان التحذير السليماندرا او السمندل هو ايضا ضفضع معناته كمان المرحلة الاولى بحياته بدا تكون في بيئة مائية الفرق بين السمندل وضفضع النهر او الجبل او الشجر انه السمندل عمليا البيضة بتفقص في داخل جسمه وبعد عدة اشهر بيطلع عمليا شرغف اذا البيضة بتفقص في الماء انما بداخل جسمها وهذا بيعطيه افضلية في اقل احتمال انه يتاكل ضفضع الشجر او ضفضع النهر او ضفضع الجبل ببيض مئات البيض في الماء قسم صغير بعيش من الشراغف هون وضع بيختلف البيضة بتفقص في داخل جسم بومبوب البيض وبيطلع شرغف اذا بتطلع هذا شرغف اللي تجذر وبنى في امبوب البيض عند البالغ عند السمندل او السينماندرا بيطلع مع ارجل واذا بتطلع الخياشيم عنده من الامام طالع من فردي عنده المقدر انه يتنفس عن طريق الخياشيم وشايفين الخياشيم هاي واحدة من الطريق اللي انا بميز بين شرغف انتبع السينماندرا عن ضفضع الجبل والنهر اللي عمليا شايفين الخياشيم كيف تسبح خارج الجسم لانه وظيفتها تستغل الاكسجين مذاب في الماء اذا السينماندرا موجودة ببلادنا كما بمنطقة الشمال بالاساس بجبل الجرمق مركز كبير للتكاثر له وفيه عندنا نوع من الضفادع بتصل لمنطقة الصحراوية بداية الصحراوية اللي زي ضفضع الجبل وعنده قدرة تحمل ماء كتير وعمليا كمان مثيري في بلادنا يعني عمليا السينماندرا سمد اللي بيختلف عن باقي الضفادع ولا شك انه قدرته انه يولد ومن البيض اللي بتفقس في داخل انبوب البيض بجسمه بطلع عمليا شرغف وعنده المقدرة انه يسبح بالماء تكاثر ومرتبط في الماء نتذكر دائما انه البرمائيات في حاجة لماء لمرحلة التكاثر بدون بيئة مائية الشرغف لا يتطور الشرغف سعب يتطور بدون بيئة مائية وهاي نقطة مهمة جدا بيقي نذكر انه ضفدع الجبل عشان يدافع عن حاله ماذا يضفدع السليماندرا السمندر السليماندرا البرمائي هذا شفنا الالوان السودة والصفراء اللي بتقول انا عندي الوان بالتحذير وعند مواد سامل بيكلني رح يموت ضفدع الجبل ماذا يضفدع النهر دايما بيضر يتخبى بقلب الماء ضفدع الجبل معرض لاعداء كتير واذا بتطلع على جلده في غدد الغدد داي غدد سمم هاي غدد السم ممكن يتم افرازها ممكن يفرغها على خارج الجسم واذا هذا السم وصل لعينينا ممكن يعمل مشاكل كبيرة دا ذكركم انه في ضفادع بالعالم زي في منطقة خط الاستواء السم اللي بيفرز ممكن يقتل الانسان بيستعملوا غاد الهنود انه يقتلوا حيوانات باخدوا السم بحطوه على رأس السهم هذا السم رأس السهم بحطوه مع شوية سم وهيك بيستضل الغزلان اذا ما قلل من خطورة هذا السم وعشان هيك اذا مسكت ضفدع لازم دغري طبعا اغسل الاداي عمليا شفنا التنوع الجميل موجود ببلادنا بقي اذكر شغلة مهمة جدا اذا بتطلع على جلد الضفادع كلياتها قلنا جلده نفاذ واذا نفاذ المي بتغضر تتبخر ولذلك عنده مشكلة الجفاف بس في شيء تاني خطر لما بتكون بالماء والماء ملوثة فكل شيء ماء ملوث ممكن تدخل الجسم هذا هو السبب انه البرمائيات بخطر الانقراض هذا هو سبب انه حماية الطبيعة بالبلاد تشتغل هاي الجمعية على اساس تحافظ في المراكز المختلفة في بلادنا على الضفادع لانه هاي المجموعة هاي العائلة هي نقطة الارتباط بين الاسماك وبين الزواحف بس بسبب انه جلده نفاذ هذا بعرضه لخطر كبير والبيئة الملوثة بالذات المياه الملوثة اللي مندخل الى تلويذ اعرفوا انه الضفادع هذا التلويذ رح يدخل جلده ولذلك لازم نحافظ عليها بشكل قوي بقي نذكر انه في استراليا وبكثير مناطق في العالم لما الضفادع الذكور تطلع اصوات كتير في مين كمان بتغذى منها زي الخفافيش هذا الخفاش زي ما انتم شايفينه عنده خدرة السمع رائعة فعال بالليل لما الضفادع يطلع الاسوات فممكن يسمعها وحتى تبين انه الخفاش بيجي بتغذع الضفدع لصوته اعلى ايش والضفدع ما بيشوفه بالليلة ما بيجي بيفترسه فلذلك الضفادع ممكن يتم افتراسه ان كان عن طريق طيور او عن طريق ثديات زي الخفاش وبالنسبة له هذا غذاء كتير كتير قوي اذا نلخص الموضوع عن البرمائيات قولنا البرمائيات هي مش بس اللي بعيش بالماء وباليابسة هي فترة حيات التكاثر مرتبط في بيئة مائية بدون ماء ما بتطرش تكاثر مش زي السلحفاء والتمساح اللي بيبيضوا على اليابسة قولنا جلده نفاذ قولنا بتبدأ بمرحلة الاولى كاشورغوف زي السمك بيكبر بتطور اطراف امامية وخلفية هذا التحول اللي بيصير بين 4 ل 6 اسابيع مرتبط كتير في البيئة وعمليا بالتحول اللي بيصير بيصير بخلال اسابيع وانا بدأولكو تبين انه اليود بالماء له دور كبير لعملية التحول في كتير ضفادع لانه ناقص يود في الماء ما بيقدر ينتج هرمونات خاصة لرفع عمليات الايد للتطور وما بتحول ولذلك هاي البرمائيات الى دور كبير في حياتنا في الطبيعة في التوازن البيئي ومنه نعرف انه ايه في خطر الانقرار لانه جلد نفاذ لانه التلويث الموجود بالماء بدخل جلدها ممكن وضعها في خطر كبير شفنا المقارنة الرائعة بين الشرغف والبالغ وادركنا انه البرمائيات مرتبطة بالماء السينيماندرا هي ايضا من البرمائيات الفرق الوحيد انه بدل ما البيض يفقص في الماء يفقص في جد اسمها فنبوب البيض ولذلك بتولد شراغف اللي كمان بتتحول لبالغ ذكرنا انه هاي مجموعة اللي محمية الطبيعة بتحافظ عليها واللي كلنا من يتجند نحافظ عليها لانه جلدها نفاذ وهي حلقة الوصل بين الاسماك لانه اتطورت من الاسماك ومن الضفادع اتطورت الزواحف فانا بدأ اشكركم على هذا اللقاء انا متأكد انه ممكن جدا نواصل التدريب ان كان ندخل للحقيبة رقمية في متاح في غاد تعرف على الحيوانات ومجمع رائع عن المعلومات على الحيوانات او ندخل لها مجلات علمية زي المرام اللي ممكن نتعلم كمان عن الكائن الحي هذا واكيد في مجلة النيتشر لانه هذا الحيوان بخطر الانقراض انكتب كتير كتير عنه عشان نحافظ عليه ونحافظ على التنوع الموجود في الطبيعة واللي هو المميز انا بشكركم لهذا اللقاء بتأمل اثارت اهتمامكم وانا على يقين انه رح تقدروا تستمروا بالوقت اللي بقي تبحثوا عن هاي الضفادع وتحاولوا تتعلموا اكتر واكتر وتربطوا على قدكو وانطور نوع من التعاطف مع هذا الحيوان اللي بخطر لانقراض شكرا لكم